السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرس السيالس الخمسة ميلي جرام أو مادة التدلافيل تركيز الخمسة ميلي جرام بتتشابه مع أرس السيالس العادي تركيز العشرين ميلي جرام في الأثار الجنبية وموانع الاستخدام ولكنها بتختلف عنه تماما في دواعي لاستخدامه الجرعة بصفة عمام مادة التدلافيل أو أرس السيالس تم تطويره من الدواء أو البروتوطايب أو أول دواء ظهر في مجموعة الفوسفوديس تريس فايف وهو دواء الفياجرا وكان هدف التطوير بتاعه هو أن أرس السيالس دي مدة أطول في الفعالية بتاعته وده لأن دواء الفياجرا الفعالية بتتراوح بين 6 لي 8 ساعات والهدف الثاني كان هو تقليل الأثار الجنبية اللي كانت بتحصل مع حبة الفياجرا زي خلل فيه إبصار الألوان الإصابة بيه صداع شديد وفلاشنج أو حمرار في الوجه مع أعراض رشحة وزكام وحموضة دواء السيالس بيدي التأثير بتاعه عن طريق أنه هو بيزود مادة النايتروك أوكسايد واللي بتعمل تمدد فيه الهوعية الدموية في القضيب وبالتالي بتساعد على حدوث انتصاب قوي مع الاستثارة الجنسية الميزة الكاميرا فيه أورس السيالس إن فترة عمر النص بتاعه أو تي هاف بتاعته أكتر من 18 ساعة وبالتالي بجرعة واحدة على مدار اليوم بنستطيع حصول على التأثير الدوائي لفترة تغطي إلى 24 ساعة ويمكن ده سبب استخدام دواء السيالس كعلاج لرقم واحد أو دواء السيالس تركيز الخمسة ميلي جرام رقم واحد كعلاج دائم أو حل دائم لي مشكلة الضعف الجنسي وضعف الانتصاب عند الرجال والنقطة تانية لتخفيف أعراض تضخم البروستاتا لأن مادة التدلافيل أو أورس السيالس بيعمل ارتخاء فيه عضلات البروستاتا المدساء وبالتالي بيقلل الضغط بتاعها على مجرى البول ويساعد على تضفق البول بسهولة بدون ألم وبيقلل مشاكل تضخم برساتها مثل تنقيط وتقطع البول الجرعة بتاعة دواء السيالس لعلاج أو أورس السيالس الخمسة ميلي هي حبة واحدة كل يوم بالليل بنستمر عليها فترة لا تقل عن 6 شهور وممكن تنتد ليه فترة طويلة بين سنتين ليه 3 سنوات الجميل أنه بعد توقف حتى عن دواء السيالس بعد الانتظام عليه للمدة العلاجية بيستمر بعض تأثيرات الإيجابية زي قوة الانتصاب وفي نفس الوقت تخفيف أعراب تضخم البروستاتا وفي بعض الدراسات بتقول أن أورس السيالس برضو ليه تأثيرات إيجابية في زيادة مدة القصف وبالتالي يعتبر علاج مناسب جداً ليه الناس اللي عندهم تضخم البروستاتا وبيشتكوا من مشكلة الضعف الجنسي أهم الأثار الجنبية اللي ممكن تحصل مع أورس السيالس متشابهة أو أورس السيالس الخامسة ميلي متشابهة مع أورس السيالس العادي ويمكن هي نفس الأعراض اللي بسببها الفياجرا مع عدى خلل في بصر الألوان وبيكون معدل حدوث الأثار الجنبية زي الصداع والدهاب المعدة أو الدسببسية أو الحموضة أو الرشحة والزكام أو حدوث الحمرار في الوجهة أو الفلاشنج بيكون أقل بكتير من الفياجرا ولكن أورس السيالس بيسبب أثر جانبي أعلى شوية من أورس السيالس وهو ممكن يتسبب في حدوث ألم في عضلات الظهر بالطبع موانع الاستخدام بتاعة مجموعة الفوسفو دايستريس 5 كلها سواء أورس الفياجرا أو الفيترا أو السيالس هي الاستخدام المتزامن مع دواء النايتريت زي دواء النايترو ماك أو دواء المونو ماك أو دواء الداينايترا اللي بيستخدم لتوسيع شرايين وأوردة القلب وبالتالي في الحالة دي احنا كنا نعملين حلقة خاصة بالفياجرا أو المنشطات الجنسية والقلب هسيب لحظاتك اللينك بتاعها في وصف الفيديو وممكن نتفرج عليها لو احنا بناخد دواء من مجموعة النايتريت ومحتاجين منشط جنسي ولكن في بعض المحاذير التانية زي الناس اللي بتاخد أدوية لعلاك تضخم البروستاتا من مجموعة الألفابلوكرز زي دواء الأمنك أوكاز أو دواء التامسولين مهمة قوي الناس دي تخلي بالها من الاستخدام المتزامن مع أورس السيالس وخاصة انه وإحنا هناخده بشكل منتظم زي أورس السيالس الخامسة ميلي ممكن يؤدي إلى هبوط ضغط الدم ولكن هنا موضوع مختلف شوية عن دواء النايتريت هو في الحالة دي مش ممنوع لاستخدام ولكن مهم جدا حضرتك تنتظم على كابسولات الأمنك أوكاز أو التامسولين لفترة وبعدين تبدأ تقيس ضغط الدم بشكل منتظم ولما ينتظم إياس ضغط الدم ممكن نبدأ في الحالة دي ناخد أورس السيالس الخامسة ميلي ونكون حذرين برضو ونتابع إياس ضغط الدم عشان ضغط الدم ما ينزلش أو ما يجلناش هبوط شديد فيه ضغط الدم النقطة اللي بعد كده من موانع الاستخدام هي الناس اللي بتاخد أدوية علاج ضغط الدم المرتفع يجب برضو ان هم يخلوا بالهم أن تأثير الدواء السيالس ممكن يزود تأثير الخافض لضغط الدم وبالتالي مهم جدا أن احنا نهتم بنقطة إياس ضغط الدم وإحنا بناخد أورس السيالس الخامسة ميلي نتمنى أن كنا قدمنا لحضراتكم النهاردة معلومة مفيدة ولو عند حضرتك أي سؤال عن دواء السيالس يريد تسيبه في كومنت وأنا هجاوب عليك اشتركوا في القناة